مزيد من المعلومات كشفها تقرير أممي عرض على مجلس الأمن مؤخرا ورصد الأوضاع في اليمن خلال عام 2018 وأهمها استمرار التهديدات الحوثية للملاحة البحرية في منطقة جنوب البحر الأحمر والانتهاكات الإنسانية أوضح تقرير الخبراء أن الأسلحة تتدفق إلى ميليشيا الحوثي بصورة دورية فعززت قدراتها الصاروخية حصلت على قدائف مضادة للسفن لافتا إلى استهدافهم سفينة تركية تنقل القمح إلى اليمن التقرير أورد معلومات حول تورط أفراد وكيانات إيرانية بإمداد الحوثيين بطائرات مسيرة من دون طيار وآلات خلط وقود الصواريخ فضلا عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بممارسة الضغوط على المنظمات الإغاثية والحد من وصول موظفيها إلى مناطق سيطرتهم وكذلك كشف تقرير الخبراء الأمميين استمرار تجنيد الأطفال إجباريا بعضهم في سن السادسة عشرة إضافة لقتل الصحفيين ممن يسعون لكشف جرائمهم عدا ممارسات من عمليات تعذيب وقتل المدنيين والمختطفين في سجونهم وبحسب التقرير فإن الحوثيين يحصلون على مبلغ 26 مليون دولار من عائدات الوقود من ميناء الحديدة فقط لصالح شركات مملوكة لقيادات تابع لهم وتعمل الشركات بوثائق مزورة لتضليل مفاتيشي الأمم المتحدة بهدف تلقي التبرعات الإيرانية واستغلالها لتمويل المجهود الحربي على سرحان الحدث